نتابع إذن هذه الصورة كما تريدنا على الهواء مباشرة من معبر رفح البري ولعل الزملاء يبلغوني قبل قليل بأنه قد وصل بالفعل الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح وكنا قد تابعنا دين الاستعدادات التي كانت جارية منذ يوم أمس حتى وليس اليوم للتأهب من جانب السلطات المصرية في الجانب المصري من معبر رفح البري للتعامل مع الحالات ومع المواطنين الفلسطينيين المصابين حيث أجريت الاستعدادات على مستوى القطاع الصحي وعلى مستوى استعدادات المعبر فضلا عن السماح أيضا بوصول وعبور الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية إلى هذا المقبل صحيح أحمد وكنا نتابع توافد مجموعات من مزدوجي الجنسية حاملي الجنسيات الأجنبية إلى بوابات المعبر استعدادا وانتظارا ربما لعبورهم إلى الجانب الآخر من المعبر وحتى الآن ربما سنشاهد ربما وصول هذه المجموعات الأولى لكن حتى الآن الأعداد غير واضحة أحمد فيما يتعلق بأعداد من سوف يعبرون إلى المعبر هذا بالتزامن أيضا مع توافد واستقبال الجانب المصري لعدد من المصابين الفلسطينيين قادمين من قطع غزة والذي يبلغ عددهم 81 مصاب وجريح ممن يحتاجون إلى رعاية مركزة إلى إجراء عمليات جراحية عاجلة وكانت المستشفيات المصرية والمنظومة الطبية المصرية أعلنت استعدادها تمام لاستعداد لاستقبال هؤلاء في مجموعة أولى أيضا وبالتالي هذا ما نشاهده في صور خاصة ومباشرة من معبر رفاح البري لوصول الدفع الأولى من حملي الجنسيات الأجنبية من داخل قطاع غزة هذا يشار إلى هذه بالمناسبة كما نتابع على الهواء مباشرة سيارات إسعاف تابعة لوزارة الصحة المصرية هذه سيارات تابعة لمرفق الإسعاف المصري تتأهب لاستقبال هذه الحالات التي سيتم توفودها وهذه السيارات التي تتحول تباعا ويبدو أن الاستعدادات كما أشرت دينا وكما جرى الإعلان عن ذلك هي وصلت تقريبا إلى أعلى مستوياتها يضاف إلى ذلك بطبيعة الحال إذا كنا نشير إلى الدفع الأولى من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفاحهم الذين قد بدأت توفودهم منذ ساعات الصباح الأولى إلى الجانب الفلسطيني من المعبر إذانا ببدء وصولهم إلى الضفة المقابلة إلى الجانب المصري من هذا المعبر فإننا أيضا نشير إلى العمل الإنساني والإغاثي المتواصل الذي كانت مصر قد قالت أنه وعلى مدار ثلاثة أسابيع متتالية كانت الشاحنات الخاصة بالفرق الإغاثية والدفعات الإغاثة وسبل الإعاشة والمستلزمات الطبية التي كانت تتأهب لعبور هذا الجانب وصولا إلى الجانب الفلسطيني إلى قطاع غزة والعمل المتواصل الذي كان مرتبطا بالتنسيق المصري الإقليمي والدولي وهذا كان فيه إشارة واضحة في أكثر من مناسبة دينا كما هو معلوم لبيانات رسمية مصرية كانت تتحدث عن انخراط مستمرا واتصالات مفتوحة على مدار 24 ساعة للوصول إلى هذه المرحلة وربما حتى يبنى على هذه المرحلة شيء فيما بعد ذلك فضلا عن الدفع بدفعات أكبر والتيسير للسماح بعبور دفعات أكبر من سبل الإعاشة والمواد الإغافية والإنسانية والطبية وفق مسارات التنسيق الممتدة هذه الصورة بالمناسبة يتعين أن نقف أمامها لأنها تقريبا ستشكل جانبا مما يمكن أن يوصف بأنه طوق النجاة بالنسبة لحالات كثيرة دينا خصوصا الحالات التي تعاني بعض الأمراض المزمنة أو بعض الجراحات الخطيرة التي هي في أمس ما تكون لتلقي مستويات العلاج الأفضل التي قد تكون مضمونة بطبيعة الحال في الجانب المصري هذه بعض الصور إذن لوصول الدفع الأولى من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح الحجر الصحي الفرق الوقائية التي تتعامل مع هذه الدفعة الأولى من مزدوجي الجنسية إلى معبر رفح العبور من خلال هذه البوابات البوابات التي هي في هذا الجانب تماما عند معبر رفح وهذه كما أشرنا فرق الحجر الصحي المصري الاستعدادات ليست فقط مرتبطة بمسار واحد وإنما بجملة من المسارات على مستوى حتى الترتيبات الإدارية والترتيبات اللوجستية فرق العمل المختلفة التي كانت مصر قد قالت أنها جاهزة ومستعدة على مدار الساعة منذ إعطاء إشارة البدء لفتح قنوات الاتصال وأشكال التنسيق الممتدة دينا التي كانت حاضرة على مدار كل الأسابيع الماضية وصولا إلى هذه اللحظة وقد يكون بعدها كذلك يبنى عليها شيء مماثل